وككل المشاريع التي نعمل عليها فسنحن سنركز على بعض أهم المشاريع لمواجهة أكبر التحديات وأود شكر كل الذين عملوا معنا في هذه المبادرات سأحاول الالتزام في هذا الخطاب بشأن الالتزامات التي قدمناها منذ عاما تقريبا فمنذ عام حاولنا قدر الإمكان تحديد ما دعيناه بهذه التسوية العالمية الجديدة أو تسويات باريس وهي ترد بصداها على تسويات حصلت منذ عقود النماض التي تركز على نوع من الرأسمانية والتي كانت كافية لإخراج البلاد بعض الدول من هذه الكرة من الفقر بالتالي عملنا على هذه التسوية من خلال أهم الأهداف الهدف الأول كان محاولة قدر الإمكان لحصول على رد عالمي أو استجابة عالمية لهذه الجائحة ومع الرئيس تكلمت عن هذا الموضوع العام المنصرم في هذه الفترة بالذات كنا نعتقد أننا توصلنا إلى لقاح كان هناك تساؤلات كثيرة بشأن هذا الموضوع ولكن كنا سابقا بدأنا بالعمل على خطة عالمية من خلال برنامج أكتب بالإضافة إلى المبادرة التي تكلم عنها المدير العام للمنظمة الدولية للصحة بالتالي نعرف أن دول الآن تعمل على محاولة تلقيح أكبر عدد من السكان الممكن وخلال عاما تمكننا من أقناع الدول الغنية بمشاركة اللقاحات ولقد تخضينا أكثر من مليار جرعة التي تعهد بها مجموعة السبعة ولكن الآن علينا العمل في البايدان والنائبة الرئيس الأمريكية كذكرت بعض الأرقام المهمة وفرنسا ستقدم مليوني جرعة جديدة من اللقاحات إلى بنجلداش من خلال آلية كوفاكس ولكن نعلم أيضا أن كل فرنسي وفرنسية قد قدموا بجرعة من اللقاح للعالم وبحلول العمل مقبل سنتمكن من توفير جرعات إضافية وبالتالي سنكون قد توصلنا إلى أكثر من مائة وعشرين مليون جرعة مقدمة لدول العالم التزامات مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين ليست بكافية لقد ذكرتم كل الأرقام فنحن غير قادرين على تلقيح الناس بسرعة لازمة في الكاريبي في بعض المناطق الأفريقية بعض المناطق الأساوية وغيرها من مناطق العالم علينا أن نعمل على نطاق أوسع أولا علينا توسيع التبرع بالجرعات ليس فقط بالمليارات التي سنتبرع فيها بعد عامين أو ثلاث ولكن زيادة الإنتاج الحالي ثانيا علينا زيادة الشفافية بشأن التبرع بهذه الجرعات للقاحات من خلال منظمة الصحة الدولية ثالثا علينا تعزيز الأنظمة الصحية في الدول الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولسيما عبر العمل مع منظمة اليونسف أو صندوق الأمم المتحدة للطفولة وذلك لمحاولة قدر الإمكان توزيع جرعات اللقاح في هذه الدول كما علينا العمل على النجاح في تعزيز المساعدة التي نقدمها لأنظمة الرعاية الصحية الأولية أود أن أشكر الرئيس شاعل ميشيل رئيس الاتحاد المجلس الأوروبي وقد عملنا أيضا مع الرؤساء المختلفين من المنظمات الدولية وغيرها من الدول وذلك لمحاولة توطيد هذه المساعدات ذكرتم جميعا أنه علينا تسريع محاولة مكافحة كل الجائحات في مختلف الدول وبالتالي تركز الأولوية على محاولة إنتاج جرعات من اللقاحات في الدول النامية وأيضا في الدول الأكثر فقرا في سنغال وفي دولة أفريقية الجنوبية وفي رواندا بدأنا باتخاذ الإجراءات لزيادة القدرات الإنتاجية كوديفوار أو ساحل العاج أيضا تعمل في هذا الصدد وأتأكد من أن في الأسبوع المقبلة سنتمكن من الحصول على نتيجة إيجابية لكن لن نستمر بالتقبل الوضع القائم ونعرف أن القرى الإفريقية تشكل 20% من الاحتياجات من اللقاحات مهما كانت الفيروسات فيما أن القدر الإنتاجية عليها هي مجرد 2% ويبدو أن في كل أزمة هناك مشاكل فيما يتعلق بتوفير هذه اللقاحات بسبب بعض القيود الإقليمية بالتالي علينا مكافحة هذا الفيروس وأيضا مكافحة العديد من الفيروسات الأخرى وذلك للإستمرار بنقل المعرفة والقدرات الإنتاجية بالتالي علينا جميعا اعتماد طرق التمكن من كانت هذه كلمة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال منتدى باريس للسلام